بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج المستشار عمر مروان أيضا قال إنه في 61 سفارة في مصر هتتابع انتخابات مجلس النواب اللي جاي وأكد إنه هيتم تسليم التصريح الخاصة بمتابعة أعضاء السفارات الأجنبية للانتخابات يوم الثلاثة القادم قال كمان إنه تم الاتفاق مع وزارة الخارجية لإجراء عملية تدريب لأعضاء البعثات الدبلوماسية القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية في سفاراتنا بالخارج لتسهيل المهم عليهم والتوضيح أي شيء عايزين يسألوا عليه وإنهم يقدروا كمان بدورهم يسهلوا العملية على الناخبين خلال الانتخابات زي مثلا أعمال التدريب اللي تمت بالنسبة للقضاء المشرفين على الانتخابات في الداخل